طيب الله وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنام من المواقع المحلية فاطمة محمد قحطان في الذكرى الخامسة لإعتقال والدها لم نكن نتوقع أن يعتقل أبي أكثر من عام ومن الصحافة الدولية الأمم المتحدة تدعو إلى حماية النساء أثناء وجود الرجال في المنزل وفي أخبارنا المنوعة رئيس وزراء إرلندا يعيد تسجيل نفسه للعمل كطبيب أهلاً بكم أسرة السياسي المعتقل محمد قحطان أضناها الزمن وأثقلت الحياة كاهلها خلال خمس سنوات من الأخفاء القصري وتغاضي عدالة الأرض عن معاناتهم تقول ابنته فاطمة قحطان تمر الذكرى الخامسة لاختفاء أبي كنا نتوقع كالأعوام السابقة أنه لن يكمل عامه الأول إلا وقد أفرجوا عنه ظل التفاؤل يراود حياتنا لتمر الأيام والشهور حتى أكمل عامه الخامس ولا يزال مصيره مجهولاً تتابع في حديثها لموقع الصحوانت طوال هذه المدة لم يمنحون حق التواصل معه حتى عن طريق الرسائل كأقل حق من حقوقنا وتتساءل فاطمة أي عقل أنه إلى الآن لا أحد يستطيع أن يطمئننا على والدنا من كبار الشخصيات والمسؤولين هل عدمت الوسائل للضغط على الحوث من أجل معرفة مصيره أو إخراجه من هذا الظلم وتضيف متسائلة أم عقول أن لا يكون هناك شخص يمتلك قليلاً من الشهامة لإعطائنا خبراً حقيقياً وملموساً كرسالة أو صورة أو تسجيل فيديو من خلاله نعرف حالته الصحية بعد هذه السنوات وتضيف بعد مرور هذه الأعوام التي لم نرى جهوداً حقيقية توصلنا إلى أبي ثبت أن المرؤة والإنسانية والرحمة والحكمة ماتت في بلد الإيمان الناشطة اليمنية الحايزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بدورها كتبت عن ذكرى مرور خمسة أعوام على اعتقال رجل الحوار محمد قحطان وقالت كرمان في مقال تنشره بالقيس خمس سنوات من الإخفاء القصري لدعية الحرية والسلام محمد قحطان لطالما كان محمد قحطان سياسياً نزيهاً ودعية حوار من طراز رفيع لا يوجد شخص سوي إلا ولديه احترام وتقدير كبيرين لقحطان اللصوص والذين ماتت ضمائرهم هم من يناصبونه العداء بعد خمس سنوات من حجز حريته بغير حق يبدو الأستاذ محمد قحطان كبيراً في وجدان شعبنا فيما سجانه يحصد اللعنات عندما تنقشع هذه الغمة سوف يدرك شعبنا أن منهج محمد قحطان القائم على الحوار والمحبة هو السبيل لخروجه من أزماته المتلاحقة وأن مسيرة خصومه ليست إلا مسيرة قائمة على الأكاذيب والاستقواء بالسلاح وتقديس الباطل كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إقامة ستون عائلة نازحة في مبنى تحت الإنشاء في اليمن وعنونا الموقع بوست ستون أسرة نازحة تعيش في مبنى تحت الإنشاء في اليمن ونشرت المفوضية السامية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمبنى تحت الإنشاء لجأت إليه ستون عائلة يمنية نازحة تعيش في مبنى غير مكتمل قالت المفوضية أن توفير المأوى الملائم من أبرز المصاعب التي تواجه النازحين داخلياً في اليمن بما في ذلك الآلاف الذين اضطروا للفرار من بيوتهم وفي وقت سابق أوضحت مفوضية شؤون اللاجئين أن أكثر من 80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة ويواجه 20 مليون شخص منهم من عدام الأمن الغرائي في الوقت الذي تدعو فيه منظمات حقوقية ونشطات حقوق الإنسان لإطلاق صراح جميع المختطفين والمخفين قصراً والمعتقلين تعسفاً وكل السجناء تحسباً لتفشي فايروس كورونا بينهم انتهاك الحوثيون حق السجناء والسجينات في الحياة وهو الحق المقدس في جميع الأديان والشرائع وعنونا موقع يمن مونتر رابطة حقوقية جريمة الحوثي بحق نزيلات مركز تعز سابقة قطيرة وغير معهودة وقالت الرابطة الحقوقية الأهلية إن جريمة جماعة الحوثي المسلحة بحق نزيلات السجن المركز في تعز تعد سابقة خطيرة وغير معهودة في قتل النساء جذلك في بيان لرابطة أمهات المختطفين اليمنيين أدانت خلاله الجريمة بأشد العبارات وطالبت بتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة لنيل جزائهم وجاء في البيان أنه ورغم أن السجن المركزي سجن رسمي ومعروف لدى جميع الأطراف ويعد من الأعيان المدنية المحمية باتفاقية جنيف إلا أن جماعة الحوثي قصفته بصواريخها وقدائفها تعيش تعز منذ سنوات أحلك الظروف محاصرة من ثلاث جهات تنزف من وقت لآخر ومع ذلك لا تتمسك بالحزن الدائم لها أوجه عديدة وندوب لكنها تكبر على جراحاتها أحد من عاشوا فيها وقضوا طفولتهم بين أرجائها اكتبوا عن طبيعتها وطبيعة شخصيتها وقال أحمد الشلف في مقال نشره الموقع مست تعز مدينة الأعالي والمرتفعات والجبال وهي كذلك مدينة المساحات المفتوحة ورغم أنها مدينة جميلة وتستحق أن تكون على بحر إلا أنها بعيدة عنه بحوالي مئة كيلومتر حيث مدينة المخ الساحلية التي تنتمي للساحل الغربي وهي بعيدة عن المدينة شخصية التعزي تشبه شخصية المدينة المتفاوتة الجغرافية فهي شخصية قلقة تبحث عن ذاتها في الأسماء والوجوه والعابرين شكلتها الظروف المناخية والجغرافية بالإضافة إلى كونها شخصية يصعب الإمساك بها لتحديد فكرة أو موقف رغم أن المدينة تعد مخزن المواقف السياسية والأحزاب والأيدولوجيات إلا أنها بعيدة عن الفكرة قريبة من التملص أو لنقل شخصية هروبية وإدمان الهروب هو سلوك بعض الشعوب وهوية بعض المدن التي احتضنت الأفكار لكنها لم تؤمن بها بسبب المخاوف من الموت والاعتقال والاختطاف وتعز مدينة لديها الكثير من الذكريات السيئة مع السياسة ومجاهيلها بقي شارع التحرير الأسفل وشارع التحرير الأعلى وعصيفرة التي تمتد إلى المخلاف ثم إلى الأفيوش وهذه مناطق قريبة من قرى العدين التابعة لمحافظة إب وهي حكاية أخرى عن العلاقة بين تعز وإب فهي من جهة الحوبان قريبة من إب لنصف ساعة وهي كذلك من اتجاه عصيفرة قريبة من مناطق تتبع إب هذا القرب الجغرافي جعل أهل العدين يستوطنون تعز وخاصة شوارع عصيفرة والتحرير ويعمرون بنيانها ويفتحون المحل والمطاعم والمصارف ومحل الخياطة والنجارة والحدادة وورش إصلاح السيارات والتجارة وكل شيء حتى المساجد بعد سنوات من مطالبات يمنية بإضافة البلاد إلى قائمة الأكثر رواج على منصة تويتر الترند أخيراً كما تقول صحيفة العرب الجديد اعتمد موقع التدوين المصاغر تويتر نطاقاً جغرافياً خاصاً باليمن منذ العام الماضي اتجه العديد من الناشطين اليمنيين للتدوين في الموقع بعد أن ظل الاهتمام في النشر رائجاً على موقع فيسبوك وكثف ناشطون من إطلاق حملات إلكترونية ووسوم على تويتر خصوصاً مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والإمارات في عقابي سيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي في أغسطس من العام الماضي فضلاً عن الرد على حملات حوثية اسم اليمن ظهر ضمن قائمة استكشاف الموقع الجغرافي في تويتر والمنشورات الأكثر تداولاً في البلاد الأمر الذي سيسمح لليمنيين بمتابعة أحدث الوسوم المتعلقة باليمن وحركة النشر المتداولة ولقى اعتماد الموقع لليمن في قائمة رند ترحيب الناشطين اليمنيين ما سيسمح لهم الفرصة للتفاعل والمشاركة لأبرز اهتماماتهم في الرأيين المحلي والعالمي مع ازدياد التقارير في عدة دول حول ارتفاع نسب العنف الأسري والمنزلي تجاه النساء خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الأمم المتحدة تتدخل حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف وعنون موقع الدي دابليو الألماني جوتيريش يدعو للسلام في المنازل وحماية النساء أثناء الحجر وأطلق ألمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش نداء عالميا لحماية النساء والفتيات في المنازل في الوقت الذي يتفاقم فيها العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحي وقال إن العنف لا يقتصر على ساحات المعارك مذكرا بندائه الآخير لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي فيروس كورونا وأضاف للأسف بالنسبة للعديد من النساء والفتيات فإن أكثر مكان يلح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهم إنه المنزل وأفاد معبرا عن تزايد قلقه إنني وجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم وتابع جوتيريش معا يمكننا بل ويجب علينا منع العنف في كل مكان من مناطق الحرب إلى بيوت الناس انتقد الكاتب علي محمد السعدي ما يقوم به أعضاء المدلس الانتقالي من تعطيل لحياة الناس وأضاف في صحيفة عدن الغد بصراحة قرار الانتقاليين بوقفهم نهب الأراضي ممتاز ويفترض أن يطبقه على أنفسهم ويعيد ما نهبه تحت شعار الحرية والاستقلال وعلم الجنوب وصور عيدروس لأنهم هم من نهب الأرض والسماء والبحر في عدن ومفروض عليهم إصدار قرار بوقفهم عن نهب الميناء والبنوك والمؤسسات العامة للدولة وإذا أصدروا مثلتك القرارات علىه ونفدوها على أنفسهم على الأرض فهذا يعطي انتباعا بأنهم تابوا عن السرقة والنهب والعبث في عدن وهذا يحسب لهم لأن بقية الناس لم ينهبوا شيئا أما إن كانوا يقصدون بأن قرارهم هذا يمتلك شرعية باعتبارهم دولة فهم للأمانة دخلوا في آخر مراحل الجنان الذي من الصعب معالجته لأنهم دخلوا في هوس خطير قد يؤدي إلى اشتثاثهم وينعكس سلبا على أطماعهم غير المشروعة لأن كل مكون إن امتلك الحق في إصدار قرارات بصفته الدولة فغدا ننقدر قرارا من فؤاد راشد بتشكيل حكومة وتعيين محافظين إنهم يجددون الهوس الموروث والذي دمر الجنوب أرضا وإنسانا وكشفوا عن أنفسهم بأنهم مجرد قطيع موروث من صراع الذات والسلطة في الماضي اليوم يعيدونه من نسخته الأكثر غباء وتخلفا وجهلا من ذلك الصراع القديم في الماضي على الأقل كان الصراع داخل حزب حاكم على القرارات والتعينات المناطقية والذاتية أما اليوم فنحن نشاهد مكونا ما زال في البرحة لا يمثل غير مجموعة نسبة أعضائها 90% من منطقة واحدة ويتجاوز حجمه ويتطاول ويمنح نفسه صفة شرعية الدولة أي جهل وأي تخلف وغباء وصل إليه جهلة القرن الحادي والعشرين تقول صحيفة الشرق الأوسط إن رئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار أعاد تسجيل نفسه كطبيب ممارس وسبب تقديم خدماته في جلسة عمل واحدة في الأسبوع للمساعدة خلال أزمة فيروس كورونا حسب ما أعلن مكتبه كان فاردكار عمل لمدة سبع سنوات كطبيب قبل أن يصبح سياسيا ولم يعد ممارسا لمهنة الطب منذ عام 2013 أوضح المتحدث باسم رئيس وزراء إيرلندا أن فاردكار عاد مجددا في مارس للطب وعرض تقديم خدماته على سلطات الصحية في البلاد كما أن فاردكار يقدم مساعدة عبر الهاتف لأي شخص قد يكون أصيب بكورونا وهو ابن لطبيب وممرضة وأختاه وأزواجهن يعملون في مجال الرعاية الصحية وكان وزير الصحاء الإيرلندي سايمون هاريس بحسب الصحيفة قد أطلق الشهر الماضي حملة توظيف لصالح الخدمة الصحية حملت شعار البلد تحتاجك اتخذت السلطات الهندية كما جاء في موقع عربي 21 قرارا لم تعرفه البلاد منذ أكثر من قرن وذلك في إجراء جديد للحد من تفشي فيروس كورونا وهو إغلاق السكك الحديدية التي لم تتوقف قاطراتها منذ 167 عاما وذلك ضمن إجراءات الغلق التام للبلاد لمدة 21 يوما لمواجهة كورونا إدارة السكك الحديدية في الهند قررت تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى كورونا القطارات في الهند باتت مكانا لمائة وخمسة وعشرين مستشفى ميداني في جميع أنحاء البلاد حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية تحتل شبكة السكك الحديدية في الهند المرتبة الرابعة في العالم من حيث الحجم وهي أيضا أكبر جهة مشغلة للمواصلات في البلاد التي يزيد عدد سكانها على المليار وثلاثمائة وستين مليون نسمة موقع شبكة البي بي سي نشر صورا قال إنها تظهر كيف يلقي فيروس كورونا بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية متابع عدد من رسوم الكاريكاتور التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر